اشتركوا في القناة وين وين أن المدرب جمال بالماضي رد على الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد تلقيه إشعارا من الفاف بشأن غيابه عن الاجتماع الذي كان مبرمجا بين الطرفين وكان الاتحاد الجزائري الفاف أرسل إشعارا للمدرب بالماضي يعتبره فيه مستقيلا من منصبه بسبب عدم حضوره جلسة للتفاوض حول فسخ العقد ونقل موقع وين وين عن مصادر تقول إن بالماضي رد على الإشعار المرسل له يوم الرابع من فبراير من الاتحاد الجزائري وطلب الحصول على جميع مستحقاته إلى غاية نهاية عقده المستمر حتى ديسمبر 2026 وذكر المصدر أن بالماضي يريد الحصول على جميع مستحقاته التي تصل إلى سبعة ملايين ومئتان وثمانون ألف يورو أي من شهر فبراير 2024 إلى غاية نهاية عقده في ديسمبر 2026 وهدد بالماضي باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في حالة عدم موافقة الاتحاد الجزائري على طلبه شاركونا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد ترجمة نانسي قنقر